تسليم آخر سيارة أوبل للزبائن السلام عليكم ورحبا بكم خواتي لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل جرس لايك للفيديو للتوصل بكل جديد يواصل مجمع حالي للتجارة والصناعة الممثل الرسمي للسيارات أوبل في الجزائر تسليم آخر سيارة أوبل للزبائن في قاعات مختلف قاعات البيع عبر الوطن في هذا السياف كشف رئيس مجمع حالي للتجارة والصناعة السيد ناسيم بو عزان أوبل جزائر نجحت في تسويق 4000 سيارة للزبائن من مختلف ولاية الوطن من موديلات أوبل أسترا موكا جرينلاند قايل أن أوبل جزائر تواصل هذه الأيام تسليم آخر السيارة للزبائن في انتظار كوطة 2024 الذي ينتظر حسبه أن تكون أكبر من حصة 2023 لمواصلة تلبية تطلعات احتياجة السبائن الذين وضعوا ثيقتهم في سيارات فيات التي شهدت طلبات كبيرة كشف المتحدث أن سيارة أوبل مسوقة في الجزائر تتميز بدعودة أوروبية من قطعة الناظر وذلك تلبية لاحتياجات الزبائن وقال أن الوفد الإعلامي الذي زار ألمانيا وقف على كثر تصنيع سيارة أوبل أسترا في مصنعها مروسي السلهايم حيث تتميز سيارات موجهة للسوق الجزائرية بنفس مواصفات سيارات أوبل أسترا المسوقة في أوروبا وذلك يتطابق أيضا مع الموديلات الأخرى على غرار أوبل موكا جرينلاند التي تتميز أيضا بجودة أوروبية لا تنسوا شخوتي اشتركوا معنا في القناة فعلوا الجرس ديروا نجام للفيديو ربي يحفظكم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله